السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بإذن الله حنتدرس مع بعض كورس قواعد البيانات الجغرافية جغرافكال داتا بيز معكم دكتور عبد الفتاح عشور مدرس نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد بكلية الأداب جامعة القاهرة في البداية هنتكلم مع بعض في المقدمة عن لمن هذا الكورس وماذا نتعلم في هذا الكورس هذا الكورس لكل المهتمين بقواعد البيانات خاصة قواعد البيانات الجغرافية حيث يمكننا محتوى الكورس في نهايته من أن نتعلم ما يلي أولا مفهوم قواعد البيانات وأنظمة إدارتها ما هي قواعد البيانات الجغرافية وما الفرق بين قواعد البيانات الجغرافية وقواعد البيانات بصفة عامة أنواع نمازج قواعد البيانات وأنواع العلاقات بينها أيضا سوف ندرس أنواع البيانات في قواعد البيانات الجغرافية سواء كانت البيانات المكانية أو البيانات الوصفية أنواع قواعد البيانات الجغرافية وتوصيق وتصميم قواعد البيانات الجغرافية بالإضافة إلى المراحل التي تمر بها قواعد البيانات الجغرافية المحاضرة الأولى عن Database Definition أو تعريف أو مفهوم قواعد البيانات في البداية سنبدأ مع بعض بأهداف المحاضرة وأول هذه الأهداف أن يتعلم الطالب أو يعرف وأن يشرح وأن يناقش ما هي قواعد البيانات وما الأمثلة عليها ما أهمية قواعد البيانات ووظائف قواعد البيانات بالإضافة إلى متطلبات إنشاء قواعد البيانات أيضا إدارة البيانات وما هي نظم إدارة قواعد البيانات بالإضافة إلى الأمثلة عليها ما هو الفرق بين قواعد البيانات ونظم إدارة قواعد البيانات ما هي مزايا قواعد البيانات وما هي مزايا نظم إدارة قواعد البيانات بالإضافة إلى أنواع قواعد البيانات ما هي قواعد البيانات؟ تحظى قواعد البيانات بالعديد من المفاهيم والعلى أهمها ما يلي أولا تعد قواعد البيانات مجمع للبيانات أو المعطياء أو مجموعة منظمة من البيانات عن موضوع محدد كما تعرف أيضا بأنها تجميع لكمية كبيرة من المعلومات أو البيانات وعرضها بطريقة أو بأكثر من طريقة تسهل الاستفادة منها كما تعرف أيضا قواعد البيانات بأنها بنوك المعلومات التي يتم بواسطتها تجميع المادة العلمية وتخزينها إلكترونيا ثم تحليلها ومعالجتها بواسطة برامج تطبيقية للحصول على نتيجة نهائية وغالبا ما تكون هذه النتيجة على هيئة رسم بياني أو جداول أو تقارير علمي For example على قواعد البيانات أمثلة متعددة على قواعد البيانات موجودة في كثير من حياتنا اليومية ونتعامل معها بشكل يومي فهي موجودة فيه الهواتف الزكية من خلال حفظ الأسماء والرسائل وكافة المعلومات أيضا الحاسبات الشخصية الإنترنت مواقع التواصل الاجتماعي الإيميل المواقع التي نتصفحها محركات البحث الألعاب بالإضافة أيضا إلى أنظمة البنوك كل ذلك يعتبر مجمع للبيانات يمكن استرجاعه في أي وقت كما تستخدم أيضا في العديد من المؤسسات الكبرى مثل المستشفيات والمدارس والجامعات المؤسسات الحكومية الفنادق المطارات وغيره وذلك لحفظ الكم الهائل من الأوراق التي يمكن أن يصل إلى ملايين ويمكن أن يفقد في أي وقت كما يصعب الحصول منه على أي معلومة يمكن أن تحتاج إلى أشهر للحصول عليه عن طريق البحث في هذه الأوراق لكن عندما يتم حفظ البيانات أوليا على قاعدة بيانات على جهاز الحاسب يسهل معها الحصول على المعلومة في لحظة وبدقة أعلى ما هي أهمية قواعد البيانات؟ قواعد البيانات الأهمية كثيرة أهمها تخزين البيانات بطرق متكاملة ودقيقة ومنظمة بحيث يمكن استرجاعها بسهولة تغيير وحذف أو إضافة معلومة جديدة إلى الملف البحث والاستعلام عن معلومة أو معلومات محددة أيضا متابعة التغيرات التي تحدث في البيانات المخزنة وإدخال التعديلات اللازمة عليها حتى تكون دائما في الصورة الملائمة لاستخدامها فور طلبها بالإضافة إلى عرض البيانات في شكل تقارير أو نماذج منظمة بالإضافة أيضا إلى تنفيذ بعض العمليات الحسابية على البيانات تلقائيا تساعد أيضا على ضمان السرية الكاملة للبيانات المخزنة فيها بحيث لا تتوفر أي معلومات لأي شخص ليس له الحق في الحصول إليه أيضا ما هي وظائف قواعد البيانات وظائف قواعد البيانات تتمثل فيما يلي أولا البحث والاستعلام على معلومات أو معلومات محددة ثانيا عرض البيانات في شكل تقارير أو أشكال منظمة ثالثا إجراء بعض العمليات الحسابية على البيانات تلقائيا مثل المبلغ النهائي أو المجموع الفرعي أو المتوسط الحسابي للبيانات رابعا إضافة معلومات جديدة أو بيان إلى الملف خامسا حذف البيانات القديمة التي لم تعد مطلوبة سادسا تغيير البيانات الحالية استنادا إلى المعلومات التي أنشأتها سابعا ترتيب وتنظيم البيانات داخل الملف ما هي متطلبات إنشاء قواعد البيانات؟ إذا أردنا أن نقوم ببناء نظام يعتمد على قواعد البيانات فإننا نحتاج إلى ما يلي واحد نظام لإدارة قواعد البيانات مثل أوراكل وأكسس وغيرها اثنين لغة برمجية تقوم عن طريقها ببناء البرامج التطبيقية ثالثا أو رقم ثلاثة البرامج التطبيقية رقم أربع المستخدمي نتيجة لهذه المتطلبات سنعرض لنظام إدارة قواعد البيانات ولكننا سنوضح الفرق أولا بين مصطلحي إدارة البيانات ومصطلح أنظمة إدارة قواعد البيانات ما هي إدارة البيانات؟ عملية إدارة البيانات هي الإختصاص الذي يركز على عملية توليد البيانات وعملية تخزينها واسترجاعها بصورة صحيح كما يلي في الشكل يوضح هذه العملة نظام إدارة قواعد البيانات نظام إدارة قواعد البيانات Data Base Management System مختصرها DBMS وهي عبارة عن مجموعة برامج حاسوبية تتحكم في تنظيم وتخزين وإدارة وسحب البيانات من قاعدة البيانات كما يمكن العديد من المستخدمين من الوصول إلى القواعد في الوقت نفسه كما يعرف أيضا بأنه مجموعة من البرامج الجاهزة التي تقوم بتنفيذ جميع الوظائف المطلوبة من قاعدة البيانات وتعرف برامج قواعد البيانات بأنها مجموعة من البرامج الخاصة بتخزين ومعالجة البيانات واستخراجها بالطريقة التي يحددها مستخدم هذه البرامج نظام إدارة قواعد البيانات هو تطبيق برامج حاسوبية يتفاعل مع المستخدمين النهائيين والتطبيقات الأخرى وقاعدة البيانات نفسها لالتقاط البيانات وتحليله مثال بعد إضافة عملاء جدد لدليل الهاتف في مدينة القاهرة فإنك قد تحتاج لعادة ترتيب أسماء المشتركين أبجاديا أو لترتيب عنوينهم مثل هذا العمل يعد من أهم وظائف إدارة قواعد البيانات database management system كما في الشكل هو الذي يقوم بمجموعة من البرامج التي توضح وتتفاعل مع قواعد البيانات أمثلة على قواعد البيانات أو أنظمة قواعد البيانات mySQL, Oracle, Excel, SQL Server, Access وغيرها من البرامج المختلفة ترجمة نانسي قنقر